اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يبلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطا ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم شرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبسهم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبسهم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعدا ضايق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم دنيانا ربهم اعلموا بهم قال الذين غلبوا على عمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعجتهم ما يعلمهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك ودا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يجيني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا فيك فيهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تساء قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واسل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالوداة والعشي يريدون وجاه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تبع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس الشراء وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضي أجر من أسن عملا أولئك لهم جنات عد تجري من تاتهم الأنار يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سنس ويستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتتوا كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وقال جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتسبح صعيدا زلقا أو يسبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا ووحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ومن تكون له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا أولئك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيء من تدره الرياء وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أصعا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفدت دخذونه ودرريته أولياء من دوني وهم لكم عدو برسل الظالمين بدلا ما شاءتهم خلق السماوات والعرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المدلين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورعى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا وإذ جاهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت سيدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الوفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا جعلنا لمنكهم موعدا وإن قال موسى لفته لا أبروا حتى أبلغ مجمع البهرين أو أمضي حقوبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البهر سربا فلما جاوزا قال لفته آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البهر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رغبة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت نشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تسبر على ما لم تحض به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرقا لها لقد جيت شيئا إمرا ولا لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تعقذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي أولا من فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شيئا نكرا قال أعلم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استضعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذ عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتاوي لما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البهر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم من أين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تهته كنز لهما وكان أبوهما صالها فأراد ربك أن يبلغوا أشنتهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستي عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم وسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالها فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقل أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج ومجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما قالوا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فمصلعوا أن يظهروا هو ما استطعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في السور فجمعناهم جما وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سما أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل زعيهم في الحياة الدنيا وهم يسبون أنهم يسنون صنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبيتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسني هزوا إن الذين أنوا من الصالحات كانت لهم جنات وفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أصدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي العقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار نسلك توفيق أهل الهدى وعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الوراء وعرف أهل العلم حتى نخافك يا الله اللهم انصرنا وانصر إخواننا وانصر مشايخنا وانصر جميع أمة محمد في طاعتك ورسولك يا رحم الراحمين أنزل علينا من بركات السماء وأنبت من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم اهدنا واهد الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عز رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مساجدنا كمسجد نبوي اللهم اجعل سبياننا كسبيان صحابة النبي اللهم اجعلهم حفظة القرآن اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء العاملين الغر المحجلين الداعين إلى دينك في أنجال العالم اللهم اننا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبور ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر الفتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من شر الفتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من شر الفتنة المسيح الدجال الله أملك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الرشدين ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع أحسن الظن بحضرتك يا منان جعلنا من الفائزين سلمتنا من الأغوال والآفات يا سلام يا قولي الحاجات ارفعنا عندك أل الدرجات نسألك مخافة تهجزنا بها أما سيك وحتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك وحتى نناصحك في التوبة خوفا منك وحتى نخرص لك النسيحة حبا لك وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن الظن بك اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد تعوناك كما أمرتنا فأجبناك ما وعدتنا يا إلهنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة دياد الكرع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بليات رحمة الله يا سيدنا آمين يا الله يا رحمة يا رحيم يا كريم يا مجيب السائلين ربنا تقبل منا قراءتنا ودعانا تام وغفر لنا ذنوبنا وخطاينا عام ولا تعذبنا يوم القيامة آمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر